بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل الكلام على الابثالة تيشو قلنا احنا بنقسم الابثالة تيشو لحسب ايه حاجتين اما يكون shape of the cell او number of the layer according to the number of the layer اول تقسيم اوه لحسب عدد الطبقات اما يكون a simple اللي هو عبارة عن a only one layer طبقة واحدة قلنا امتى تعتبرها طبقة اذا كانت كل الخلايا تلامس ال a البزمنت ممبرين one cell thick layer طبعا سمكوه طبقة واحدة من الخلايا all the cells in contact with a with the basement membrane دالفا يصل بتاع involved in selective diffusion absorption and secretion طبعا هي طبقة واحدة يبقى مش هتدي protection اوي لي لانا طبعا هتبقى very thin layer very thin طيب يبقى عملية ال diffusion لانتشار عملية ال absorption secretion حاجات بسيطة serious stratified appear just appear حط تحتها خطين كده هي تبدو multi layer but indeed it is only one cell layer thick لكنها في الحقيقة طبقة واحدة بس من الخلايا عشان كده هي تبع simple epithelium all cells in contact with the basement brain طالما كل الخلايا مرتبطة بالغشاء القاعدة تبقى دي طبعتين والطبقة واحدة طبقة واحدة confined in the larger airways of respiratory tract موجودة في القناة التنفسية الممر التنفسي زي التركي النوع الثاني اللي هو stratified و stratified يبقى ايه على طول multiple layers طبقات عديدة multiple cell layers only the base layer طبقة القاعدية in contact with the basement طبقة واحدة بس ترتبط بغشاء القاعدة يبقى اللي فوقها طبقة اخرى طبقة اخرى يبدأ نسيج ايه طبقي usually form protective service طبعا يبقى ده لا يدي الاسطح للحماية لانه هو طبقة وطبقة وطبقة طبقة طبقة thick على الوقت اصبح سميك وطبع الوقت سميك يبقى يدي protection لكن ده مثلا ده squamous epithelium يبقى one layer only one layer يبقى ده very thin يبقى ده تعمل protection لا ده تدي تعمل absorption تعمل diffusion انتشار للمواد داخل او خارج لكن ده يدي protection طيب ده النوع اللي انا بقول عليه اللي هو serious stratified cellular columnar epithelium موجود فيه موجود فيه التركية just appear انه هو من cells كده لان الانوية حتى مختلفة لكن في الحقيقة كلهم خلايا واحدة لكن في خلايا قصيرة وفي خلايا طويلة وكلهم بيستقروا على ايه ال basement brain ال basement brain ايه هو ال basement brain join epithelium underline the connective tissue اللي بيربط الخلايا اللي فوق دي مع ال نسيق الضام هو الغشاء القاعدي جلاند يعني ايه جلاند ده ابثيلة تيشو نسيق طلاقي متحور specialized لتسيكريت ابرودكت الميوكس تبقى ميوكس جلاند الهرمونز تبقى اندوكراين جلاند الانزايمز تبقى سرس جلاند ودول مع بعض اكسوكراين جلاند لانه قنوات ودي اندوكراين لانها من غير القنوات اول نوع خالص والسيمبل اسقوامس ابثيليم النوع الاولاني اللي هو من خلال اطلاعية البسيطة الحرشوفية this is the thinnest tissue in the body طبعا ارأى النسيق semipermeable شابه منفز membrane allowed transport diffusion المين لوكيشن موجود فين lining of the blood vessel والموجود في الاواعاد الدموية اللي هو الارتري والفين بيسمو الاندوثيليم يبقى الاندوثيليل سيلز او الاندوثيليم او الاندوثيليم اللي يجب تبقى موجودة دايما في البطانة الايه طب اللايننج او the body cavity يسموه الميزوثيليم الموجود في التقويف البطن مثلا يسموه الميزوثيليم لكن الموجود في الاواعاد الدموية يسموه اندوثيليم والاثنين مع بعض عبارة عن simple squamous epithereum او تبقى موجودة كمان في البومانز كابسول عملك كده البومانز كابسول بتبقى البطانة بتاعتها هنا برضو عبارة عن simple squamous epithereum عشان تساعد في عملية موجودة في الموجودة في الحواصلات الهوائية الموجودة في ليه عشان تساعد في عملية برضو ده بالشكل بتاعها بتبقى رقيقة جدا بالشكل ده يعني زي الورقة كده لما تمسك الورقة لها ورقة رقيقة جدا لكن الورقة بتحتل مساحة كبيرة فهي بيحتل مساحة كبيرة صحيح لكن هي رقيقة جدا بالشكل ده يعني شفت مساحتها ديه لكنها ايه ثينست يعني انت بمكان مش عايز حماية انت عايز بس عملية ترانسبورت او ديفوشن ده الميجر فانكشن ده اللونغس البلوت فيزلز الهارت اللايننج في كل الكلام ده الفلتريشن ديفوشن او سموز ترانسبورت يعني simple squamous موجود في اللي قلنا في البومنزي كابسو بالشكل ده كده ده تي اس فيها ده simple squamous اوز نوكلاي اذا ما انت شايف كده بالشكل ده او الاول endothelial cells موجود في البلوت فيزل البطانة بتاعت الوعي قدامه في الحالة بيسمون او البطانة بتاعت البادي cavity ده بس الحالة دي بيسمون medothelium وده simple squamous epithelium simple squamous epithelium طلق ايه المكعبة البسيطة single layer طبعه واحدة من الخلايا abbeurs وده طبعا موجود في الغلاند بالشكل ده او البانكرياس او الثيوري الغلاند زي الفوليكل الموجودة في الثيوري الغلاند بالشكل ده بتبقى الوز الدكتس تغطي الوبري بالشكل ده كده في الرسيكريشن و الابسوربشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته